بن يمين نتنياهو يعد السياسي الإسرائيلي الثاني الذي قضى أطول فترة كرئيس وزراء بعد ديفيد بنغوريون أحد الآباء المؤسسين للدولة العبرية إعادة انتخابه هذه المرة قد تكون استثنائية لأن التحديات الأمنية تفرض نفسها وعلى هذا الأساس فقد وضع الملف الأمني على سلم أولوياته الانتخابية ملف جعل الكثير من الإسرائيليين يعتبرونه الرجل المخلص لم يكن أحد يتوقع أن يصبح بن يمين هذا الدبلوماسي السابق الذي يبلغ من العمر 65 عاما والذي سبق وأن تولى حقيبتي الشؤون الخارجية والمالية أحد أشهر شخصية عائلة نتنياهو فوالده مختص في التاريخ وشقيقه يونتان الذي يعتبر بطرا قوميا في إسرائيل توفي في عملية تحرير رهائن إسرائيليين في أغندا انتسب إلى حزب الليكود في أواخر ثمانينية القرن الماضي وتدرج في هرم الحزب ليصبح أمينه العام في ثلاثة وتسعين وبعد ثلاث سنوات فاز حزبه في التشريعيات وأصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد كان ذلك بعد سنتين على توقيع اتفاقية أوسلو التي كان من أشد معارضها وسرعان ما تغيرت السياسة مع الفلسطينيين ومع ذلك وتحت ضغط الولايات المتحدة وضد رغبة عدد كبير من معسكره فقد وقع وايريفر عام ثمانية وتسعين والتي تنص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب وتوطد العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في العام تسعة وتسعين وبعد هزيمته في الانتخابات استقل نتنياهو من رئاسة حزب الليكود ومن الكنيست عاد في العام الفين كوزير وفي الفين وخمسة أصبح من جديد زعيما لليكود ليخوده إلى فوز جديد ولكن بأغلبية ضائلة رغم ابتعاده قليلا عن السياسة لم يغير نتنياهو من مواقفه حيث تابع سياسة الاستيطان ما يتعارض جملة وتفصيلا مع مبدأ محدثة سلام الفلسطينية الإسرائيلية في العام الفين وتسعة لوحت الولايات المتحدة من مبدأ الدولة الفلسطينية نتنياهو وضع شروطا وعقبات لقبول المبدأ نتنياهو برعى في تبني المواقف المتناقضة وقلب المواقف لصالحه والحفاظ على الوضع الراهن مع ضرورة تجنب الإساءة للحليف الأمريكي ألقى خطبا أهم الكونغرس الأمريكي في الثالث من أذر مارس عرب فيه عن معارضته لإمكانية التواصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني حيث أكد أمام الجميع رضاه باللعب بمستقبل إسرائيل أو بمستقبل أطفال إسرائيل وحتى الآن نجح نتنياهو عبر خلافه العلني مع الإدارة الأمريكية وتقارير عن حياته الشخصية وسوء استخدام زوجته الأموال العامة في إعادة توجيه النقاش العام للحملة الانتخابية بعيدا عن كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية ترجمة نانسي قنقر